أكدت وزارة الخارجية السودانية أن القوات المسلحة السودانية استجابت لطلب الوساطة السعودية الأمريكية لإكرار هدنة جديدة لمدة 72 ساعة وشددت الخارجية السودانية على أن التزام القوات السودانية بالهدنة تأكيدا على حرصها التام على حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني وأشارت الخارجية في بيان إلى الخروقات والانتهاكات المتكررة لقوات الدعم السريع خلال الهدنة السابقة وأدانتها بشدة وبعبارات شديدة على سلوك قوات الدعم السريع واستمرار نهجها في استهداف السفراء والديبلوماسيين ومقار البعثات الديبلوماسية